موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو طلابي طلاب الصف الأول إعدادي هنستكمل مع بعض حلقات الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة ان شاء الله هنكمل الحلقة اللي احنا بدأناها قبل كده اللي هي الهندسة وبنتكلم في فرع الهندسة عن تطابق المسلسات درسنا في الحلقة اللي فاتت حالتين من تطابق المسلسات اللي هو بنسميهم ضلعين وزاوية محصورة والحالة التانية زاويتين وضلع تعالوا نشوف كده اللي احنا درسناه في الحلقة اللي فاتت سريعا احنا شغالين على نفس الدروس بتاعتنا اللي هو الدرس التالي تطابق المسلسات وهيتبقى معانا الدرسين اللي فضلين في الوحدة احنا درسنا الحالتين الاولانين اللي هم ضلعين وزاوية وزاويتين وضلع النهاردة ان شاء الله هناخد الحالة الثالثة والربعة اللي هي الاضلاع الثلاثة ووطر وضلع في المسلس القائم طيب الحالة الثالثة دي بتقول لي ايه؟ قال الحالة الثالثة يتطابق المسلساني اذا تطابق كل ضلع مع نظيره في المسلس الاخر تمام؟ طيب الشكل اللي قدامي دوت هلاحظ ايه في الشكل اللي قدامي دوت؟ في مسلسين والمسلسين دول موجود فيهم في المعطيات شوية حاجات ايه اللي موجود؟ انتم ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان كل ضلع في المسلس الاولاني بيطابق كل ضلع في المسلس التاني يبقى طرامة 3 اضلع هنا بيطابقوا 3 اضلع هنا يبقى انا هستنتج دايما ان المسلسين متطابقين طب تعالى كده نقول التلات حاجات اللي موجودين هنا قال لي اول حاجة ان نقالف به بيساوي ديال هه ويه كمان البيه جيم بيطابق الهه واو والتالت اللي هو الالف جيم بيطابق الدال واو كلام جميل اوي التلات اضلع اللي هنا بيطابقوا التلات اضلع اللي هنا او كل ضلع بيطابق نظيره هنا يبقى انا بستنتج على طول ان المسلس الاولاني اللي هو الالف به جيم بيطابق المسلس التاني اللي هو دال هه واو ومهم جدا ترتيب رؤوس كل مسلس طب هينتج من التطابق ايه؟ هينتج الثلاث عناصر الباقيين اللي هما إيه إن الزاوية ألف هتساوي الزاوية دال والزاوية به هتساوي الزاوية هي والزاوية جيم هتطابق الزاوية واو كلام جميل أو طيب هيديني شكل كده وبيقولي من خلال الشكل اللي موجود قدامي ده هل ألف دال بينصف زاوية ألف لو أنا عايز أشوف ألف دال بينصف زاوية ألف ولا لأ هعمل حاجة مهمة جدا إيه الحاجة المهمة اللي أنا عايز أعملها علشان أعرف إن ألف دال بينصف زاوية ألف يعني أثبت له إن به ألف دال في المثلث اللي على يمين بتساوي جيم ألف دال في المثلث اللي على الشمال علشان أثبت له الإثبات ده لازما أطابق المثلثين اللي موجودين عندي طب علشان أطابق المثلثين هل شروط التطابق موجودة عندي ولا لأ تعالوا نشوف كده شروط التطابق موجودة ولا لأ لو بصيت في المسلس الاولاني هلاقي ان الضلع الاولاني اللي هو الف به هنا بيطابق الضلع التاني او نظيره في الضلع التاني اللي هو الف جيم والضلع به دال بيطابق الضلع جيم دال دول شرطين بس يا مستر فين الشرط التالت ركز في الرسمة كويس وانت هتستنتج الشرط التالت لوحدك اللي هو الضلع الف دال الضلع ألف دل ده زي ما اتفقنا قبل كده موجود في المثلث ده وموجود في المثلث ده هاستنتج إيه؟ هاستنتج إن الضلع ألف دل ده ضلع مشترك موجود هنا وموجود هنا يبقى كده التلات شروط اللي موجودين عندي بيحققوا للتطابق كلام جميل جدا طب لما المثلثين يتطابقوا هاستنتج إيه؟ هاستنتج إني التلات زوايا بيطابقوا التلات زوايا اللي هم إيه؟ الزاوية به ألف دل هتساوي الزاوية جيم ألف دال طب لما الزاوية دي هتساوي الزاوية دي يقصد الزاوية اللي فوق هنا اللي هي دي ودي الزاوية دي هتطابق الزاوية دي يبقى أنا كده هثبت له إن الألف دال بينصف زاوية ألف فعلا اللي هو ألف دال هينصف زاوية ألف وهو دوت اللي هو عايزه طب تعالوا نشوف الحالة الرابعة اللي موجودة عندي في حالات تطابق المثلثات بيقول يتطابق المسلسان القائمة الزاوية ودي حالة خاصة بالمسلسين القائمين حالة خاصة بتطابق المسلسين القائمين يتطابق المسلسان القائمة الزاوية إذا تطابق الوطر انتوا عارفين يعني إيه الوطر؟ اللي هو الضلع المقابل للزاوية القائمة إذا تطابق الوطر وأحد ضلعي القائمة في مسلس مع نظائرهما في المسلس الآخر تعالوا نبص للشكلين اللي عندي اللي هو المثلث ألف به جيم والمثلث دال هه واو ما لهم المثلثين دول طبعا المثلثين دول لو ركزنا فيهم هنلاقي أول حاجة أن الزاوية به بتساوي الزاوية هه بتساوي 90 درجة لأن المثلثين قائمين تمام جدا طب وإيه تاني هلاحظ كمان أن ألف جيم اللي هو وطر المثلث الأول بيطابق دال واو اللي هو وطر المثلث التاني وفيه شرط ثالث آه فيه شرط ثالث اللي هو به جيم ده أحد الضلعي القائمة في المثلث الأول بيطابق هه واو أحد الضلعي القائمة في المثلث التاني يبقى كده التلات شروط موجودين عندي اللي هو وطر وأحد الضلعي القائمة في المثلث القائم الزاوية يبقى هستنتج أن المثلثين هيتطابقوا طب هستفيد إيه من التطابق؟ هستفيد طبعا أني التلات حاجات اللي مش موجودين هيتطابقوا بعض اللي هم ايه تلات حاجات اول حاجة اللي هو الف به هيطابق دال هي والزاوية الف هتطابق الزاوية دال والزاوية جيم هتطابق الزاوية واو طيب تعالوا كده نشوف مثال موجود عندي قدامي بيقول لي الشكل اللي قدامك دوت ادرس حالة التطابق الموجودة ثم اوجد قياس الزاوية الف هي دال وطول الف دال طب تعالوا كده ندرس حالة التطابق الموجودة علشان أدرس حالة التطابق أول حاجة الزاوية به هنا بتطابق الزاوية دال هنا ودي 90 درجة يبقى المثلث ده قائم وملاحظ كمان يا مستر أن جيم ألف في المثلث الأولاني وده يعتبر وطر لأنه مقابل للزاوية 90 بيطابق الضلعة ألف هيه في المثلث الثاني ودوت برضو وطر فيه شرط كمان أيوة فيه شرط كمان الضلع به ألف في المثلث الأولاني بيساوي الضلعة دال هيه في المثلث الثاني كويس جدا يبقى دول الثلاث شروط اللي موجودين عندي يبقى كده المثلثين يتطابقوا ولا ما يتطابقوش يبقى كده المثلثين يتطابقوا لأن عندي الثلاث شروط موجودين طب هستفيد من التطابق إيه؟ هستفيد من التطابق أن كل ضلع هنا هيساوي كل ضلع هنا أو نظيره هنا وكل زاوية هتساوي نظرتها في المثلث الثاني طيب تقدر تجيب لي ألف دال طول ألف دال تعال اما نشوف نجيب طول ألف دال ازاي احنا ما جبناش الزاوية ألف هيه دال طيب الزاوية ألف هيه دال دي بتساوي مين ألف هيه دال اللي هي الزاوية دي اهي الزاوية ألف هيه دال من خلال تطابق المسلسات هتساوي الزاوية جيم ألف به اللي هي 56 من نتائج التطابق وكمان الالف دال هيساوي جيم به اللي هو هيساوي الخمسة سنتي كلام جميل اوي 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 تعالوا نشوف بقى تدريبات عامة على التطابق لكن التدريبات العامة على التطابق دي تعالوا نحلها مع بعض على السبورة علشان نكتب شروط التطابق ونشوف هل المسلسين هتطابقوا ولا لا تعالوا مع بعض نروح على السبورة طبعا حالات التطابق عليها تطبيقات كتيرة وتمارين كتيرة تعالوا كده نشوف التاملين ده بيقول الشكل اللي قدامي دوت فيه مسلسين اهوت ومديني المعطيات بتاعته موجودة على الرسم الزاوية جيم والزاوية دال زاويتين قائمتين وجيم به بيساوي دال به والف به ده بنسميه ضلع مشترك والزاوية الف كلها اللي هي جيم الف دال 40 درجة دي كل دي المعطيات اللي موجودة عندي هو الهالي اهو طب ايه المطلوب مني طالب مني بيقول لي اسبت ان المسلس الف به جيم اللي فوق بيطابق المسلس الف به دال اللي تحت كلام جميل اهو وكمان بعد ما تطبقوا اوجد قياس زاوية جيم به دال جيم به دال اللي هي الزاوية به كلها طب تعالوا نحل مع بعض التمرين دوت علشان نحل المسألة ديت رسمناها اهوت وتعالوا مع بعض نحل احنا علشان نطابق المسلسين لازم ان يكون موجود عندي ثلاث شروط للتطابق طب تعالوا ندرس المعطيات اللي هو مدهالي نشوف الثلاث شروط موجودين ولا لا اول حاجة ببص لها الزاوية القائمة احنا اتفقنا في حالة المسلس القائم بيتوفر عندي زاوية قائمة وضلعين كمان اللي هو الوطر وضلع من اضلاع القائمة طب تعالوا نشوف المسلس اللي فوق والمسلس اللي تحت هل الوطر بيطابق الوطر واحد العيل قائمة هنا بيطابق احد العيل قائمة هنا ولا لا لو بصينا المسلس اللي فوق هنلاقي ان المسلس اللي فوق اللي هو الزاوية جيم قائمة الوطر بتاعها اللي هو الف به والزاوية ده اللي تحت اللي هي قائمة الوطر بتاعها برضو اللي هو الف به والف به ده ضلع مشترك يبقى اذا الوطر بيطابق الوطر والشرط التاني ان يجيم به بيساوي دال به يبقى كده المسلسين بيتطابقوا طب تعالوا نكتب له شروط التطابق بتاعي يبقى أقول له المسلسين ألف جيم به وألف دال به ما لهم أول حاجة قياس زاوية دال بتساوي قياس زاوية جيم بتساوي 90 درجة زاوية قائمة الشرط الثاني إن جيم به بيساوي دال به الشرط الثالث إن ألف به هنسميه إيه بها وطر مشترك وطر مشترك لأنه مقابل للزاوية القائمة في المسلس ده والمسلس ده التلات شروط موجودين عندي يبقى كده المسلسين هيتطابقوا أيوة هيتطابقوا يبقى السنتج إن المسلس اللي هو اسمه ألف جيم به هيطابق المسلس اللي هو اسمه ألف دال به ترتيب الرؤوس مهم جدا هنستفيد من التطابق إيه تقدر تستفيد من التطابق؟ أيوة هستفيد من التطابق حاجات كتيرة جدا إن الزاوية اللي هنا بتساوي الزاوية اللي هنا والأضلاع اللي هنا بتساوي الأضلاع اللي هنا طيب عايز أقولك على حاجة مهمة هو طالب مني الزاوية دي الزاوية به كلها طالبها مني علشان أجيب الزاوية به لو جبت أي واحدة من دول هاستنتج الزاوية به طيب أجيب أي واحدة فيهم إزاي هنبص للمسلس اللي فوق اللي هو فيه زاوية 90 والزاوية دي كلها 40 لما تكون الزاوية دي كلها 40 يبقى الجزء اللي فوق بكام والجزء اللي تحت بكام برافو عليك يبقى اللي فوق بعشرين وتحت بعشرين لأنه أنا هستنتج من التطابق أن الزاوية دي بيتساوي الزاوية دي يبقى أقول له هستنتج من التطابق أني جيم ألف به هتساوي دال ألف به بتساوي أربعين على الاتنين هتساوي عشرين درجة يبقى كده جبت الزاوية دي لوحدها عشرين درجة طب تقدر تجيب دي لوحدها أيوة أقدر أجيب دي لوحدها أقوله جيم به ألف هتساوي 180 ناقص 90 زائد 20 هيديني 70 درجة الزاوية دي الوحدها 70 درجة يبقى الزاوية نظرتها اللي تحت بتساوي كم؟ بتساوي 70 درجة يبقى إذن قياس زاوية دال به ألف دال به ألف بتساوي جيم به ألف جيم به ألف هتساوي 70 درجة وتقوله ديت من نتائج التطابق كويس جدا طب الزاوية كلها كام؟ أقوله سهلة جدا ما أنا جبت دي 70 ودي 70 يبقى زاوية جيم به دال هتساوي 70 زائد 70 هتساوي 140 درجة وهو دوت اللي هو طلبه مني كويس جدا تعالوا نشوف تدريب تاني كده بيقولي إيه؟ بيقولي الشكل اللي قدامنا دوت مديني مسلسين وركز في المعطيات اللي هو مدهالي بيقولي ألف به بيساوي ألف جيم وبه دال بتساوي جيم دال وكمان قياس زاوية ألف دال جيم بـ 115 درجة طب طالب مني إيه؟ بيقولي إيه وجد قياس زاوية به دال جيم تعالوا نحدد الزاوية به دال جيم لإني هنا مهم جدا إن أنا أحدد الزاوية اللي هو عايزة الزاوية به دال جيم اللي هي الزاوية اللي تحت دي اللي هي دي دي خويس جدا الزاوية دي طالبها مني طب تعال عشان نشتغل على التمرين ده نروح صفحة تانية ونشتغل ادي موجود قدام الشكل هو الضلع دا بيسوي الضلع دا وده بيسوي دا فيه شرط كمان علشان نقدر نطبق المسلسين دول ايوة هو الضلع اللي في النص دا موجود في المسلس دا وموجود في المسلس دا يبقى بنسميه ضلع مشترك يبقى نقدر نطبق المسلسات أيوة نقدر نطبق المسلسات طب تعال نطبق المسلسين مع بعض كده هقوله المسلسين المسلس الأولاني اسمه ألف به دال والمسلس التاني اسمه ألف جيم دال قل للثلاث شروط بتوعك علشان أقولك المسلسين هتطبقوا أول شرط واضح جدا إنه هو ألف به بيساوي ألف جيم مدهولي في المعطيات الشرط التاني به دال بيساوي جيم دال ويساوي جدا شرط التالت ألف دال ماله ضلع مشترك جميل قوي يبقى الثلاث أضلع هنا بيطبقوا الثلاث أضلع هنا يبقى المسلسين هتطبقوا أيوة هتطبقوا هيبقى المسلس ألف به دال بيطبق المسلس ألف جيم دال هينتج من التطبق إيه أنا أنت عايز الزاوية به دال جيم خلي بالك الزاوية اللي أنا عايزها اللي هي دي الزاوية دي عشان أجيبها لازم أن أجيب الزاوية اللي حواليها يبقى هينتج من التطابق إن قياس قياس ألف دال به بتساوي قياس ألف دال جيم بتساوي مية وخمستاشر مية وخمستاشر درجة ليه؟ لأن دي من نتائج التطابق خويس جدا تعال نكمل جبنا دي مية وخمستاشر هي كمان زي دي فاضل الزاوية اللي تحت دي اللي هي به دال جيم تقدر تجيبها؟ أيوة دول كنا بنسميهم إيه؟ كنا بنسميهم زوايا متجمعة حول نقطة يبقى تقدر تقول لي قياس الزاوية اللي انت عايزها اللي هي به دال جيم بتساوي ها تلتمية وستين ناقص الزاويتين اللي موجودين عندي اللي هما مية وخمستاشر زائد مية وخمستاشر هيساوي المية وخمستاشر ومية وخمستاشر ميتين وثلاتين تلتمية وستين ناقص ميتين وثلاتين هيديني مية وثلاتين درجة كلام جميل جدا جدا تعال نطبق أكتر ونشوف إيه اللي عندي بعد كده بيقول لي في كل الأشكال اللي جاء قدامي دي بيقول لي شوف هل المسلسين اللي موجودين عندي متطبقين ولا لا مع ذكر السبب المسلس الأولاني بيطابق المسلس التاني يبقى لازم أن تجيب لي ثلاث شروط طب تعال ندرس الشروط الموجودة أو المعطيات اللي موجودة ده الواو بيساوي إيه واو وإيه تاني وجيم واو بتساوي ألف واو ومعلم لي على زاوية واو هنا بتساوي الزاوية واو هنا يبقى إذن المسلسين دول هيتطبقوا أيوة هيتطبقوا المسلسين دول هيتطبقوا تعال نذكر شروط التطابق لازم أن نقول له شروط التطابق الشرط الأولاني ده الواو بتساوي بيه واو الشرط التاني إن جيم واو بتساوي ألف واو الشرط التالت ها الزاوية دال واو جيم بتساوي ألف واو به ما لهم متقابلتين بالرأس يبقى دال واو جيم بتساوي به واو ألف بالتقابل بالرأس يبقى المسلسين هيتطبقوا أيوة المسلسين هيتطبقوا اللي هم وهنقول أسماءهم بقى المسلس دال واو جيم بيطابق المسلس ها من المنظر لدال ها به يبقى المسلس اللي عندي التاني به واو ألف كويس جدا طب تعالى نشوف شكل تاني ونشوف هل بيتطابق المسلسين ولا لا الشكل دوت المسلسين دول بيتطابقوا أيوة بيتطابقوا طب ليه بيتطابقوا أو أنا حالة من حالات التطابق الضلع دا الجيم بيساوي الضلع ألف به والضلع دا الألف بيطابق الضلع به جيم والضلع ألف جيم دا ضلع مشترك يبقى الثلاث شروط موجودين عندي ودي الحالة التالتة اللي هو ثلاث أضلاع طب تعالى نكتب له الكلام دوت أول شرط عندي دا الجيم بيساوي به ألف تاني شرط دا الألف يساوي به جيم شرط التالت جيم ألف ضلع مشترك الحالة دي هنسميها ها ثلاث أضلاع ثلاث أضلاع اللي هي الحالة التالتة طيب الثلاث أضلاع دول تعالى نقول أسماء المسلسات المسلس اللي عندي الأولاني اللي هو هنقول دا الجيم ألف دا الجيم ألف بيطابق المسلس التاني اللي هو هه به جيم ألف به جيم ألف يبقى المسلسين دول متطبقية طب تعالى نشوف شكل تالت ونشوف الشروط موجودة بتاعت طابق ولا لا لو بصنا هنا هنلاقي الشروط اللي موجودة مش كاملة ليه مش كاملة تعالى نشوف دا الجيم بيساوي به جيم ماشي دي موجودة والزاوية به بتساوي الزاوية هه كلام جميل قوي طب وإيه تاني والزاوية دا الجيم هه بتساوي الزاوية به جيم ألف طب ما أنت عندك الثلاث شروط ههمت يا مستر هقولك لأ أخلي بالك خلي بالك احنا اتفقنا أني لما يكون فيه زاويتين يبقى لازم أن التالت يكون الضلع المرسوم بينهم لو بصت هنا هلاقي الزاوية به الزاوية به هنا بتساوي الزاوية هه هنا والزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس المفروض يكون الضلع اللي واصل ما بين البيه والجيم بيساوي الضلع اللي واصل ما بين الجيم والهه لكن هو مدين الضلع به جيم بيساوي الضلع دا الجيم وبالتالي المسلسين غير متطابقين المسلسان غير متطابقان ليه؟ لأن الضلع غير واصل بين الزاويتين المتطابقتين كلام جميل أوي تعالوا نشوف آخر حاجة عندنا نشوف شكل تاني بقول للشكل دوت هل المسلسين متطابقين ولا لا؟ تعالوا ندرس كده حالات التطابق الموجودة ده مسلسين فيهم زاوية قايمة كويس جدا ادي زاوية قايمة جيم وادي الف زاوية قايمة كويس طيب وإيه تاني؟ الوطر اللي أقصد القايمة ماله اللي هو واو به ده الوطر ده ضلع مشترك يا مستر يبقى موجود هنا وهنا يبقى بيطابق بعضه الضلع واو جيم بيساوي الضلع واو ألف يبقى ده أحد أضلع القائمة هنا بيساوي أحد أضلع القائمة هنا يبقى الثلاث شروط عندي موجودين يبقى كده المسلسين متطابقين تعالوا نقول له قياس جيم بيساوي قياس ألف بيساوي تسعين درجة هدي أول شرط الشرط التاني إن ألف واو بيساوي جيم واو الشرط التالت واو به ضلع مشترك اللي هو اسمه الوطر يبقى المسلسين كده هتطابقوا أيها المسلسين هتطابقوا دعنا نقول اسم المسلسين المسلس الأولاني ألف واو به دعنا نحط المسلس التاني بنفس الترتيب الألف من المناظر للألف المناظر للألف هي جيم يبقى نقول جيم من المناظر لو واو هي واو برضو والمناظر اللي به هي به كلام جميل جدا تعالوا نشوف حاجة تانية الشكل الأخير اللي عندي دوت بيقول لي هل المسلسين دول متطابقين ولا لا هم متدخلين في بعض شوي لكن عايزك تركز في المعطيات وتشوف هل الشكلين دول متطابقين ولا لا تعالوا نركز الزاوية اللي هنا بتاع المسلس اللي هنا دي قائمة والزاوية دي قائمة واداني كمان ان الوطر اللي هنا لو مقابل للزاوية القائمة بيساوي الوطر اللي هنا مقابل للزاوية القائمة يبقى فاضل عندي شرط يا مستر موجود ولا مش موجود تعالوا نبص كده أحد ضلعي القائمة فين أحد ضلعي القائمة قادي ضلع من أضلع القائمة وده الضلع التاني لكن أنا ملاحظ ان الضلع التاني دوت اللي هو الكاف صوب ده ضلع موجود هنا وموجود هنا يبقى كده الثلاث شروط بيتحققوا طب تعال نكتب الثلاث شروط هقوله أول حاجة إن قياس عين كاف صد عين كاف صد بتساوي قياس سين صد كاف سين صد كاف مالها 90 درجة الشرط التاني إن الوطر هنا بيساوي الوطر هنا الوطر هنا اسمه عين صد بيساوي الوطر اللي هنا اسمه سين كاف الشرط التالت الضلع كاف صد ده ضلع ماله ضلع مشترك كويس جدا يبقى المسلسين هتطبقوا أيوة المسلسين هتطبقوا تعال نقول اسم المسلسين المسلس الأولاني اسمه عين كاف صد عين كاف صد بيطابق المسلس ها المسلس التاني مين المناظر للعين المناظر للعين هو سين يبقى سين طب مين المناظر اللي كاف هنا كاف هنا اللي هي الزاوية القائمة بتنظرها الزاوية القائمة في المسلس التاني اللي هي صد وبالتالي المناظر لصد هيبقى كاف يبقى المسلس الأولاني عين كاف صد عين كاف صد المسلس التاني سين صد كاف وترتيب المسلسات مهم جدا 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 تعالوا كده نكمل مع بعض تمرين صغير وحاجات بسيطة على الشرايح مع بعض أنا مش عايزك تنسى حالات التطابق لأنها سهلة بس عايزك تحل عليها أسئلة كتيرة تعالوا كده نشتجل مع بعض نشوف الحاجات اللي عندنا إيه تدريبات عامة على التطابق بيقول إدرس معطيات المسلسين ثم أوضح حالة المسلسين المتطابقيني أم لا مع ذكر السبب بيقولي الحالة الأولانية ألف به بيسوي صد سين أنا كده هحتاجي أن أنا أرسم رسم بسيط تعالوا مع بعض كده فيه ضلع اسمه ألف به بيطابق ضلع تاني أو في مسلس تاني اسمه صد سين يبقى أكتب هنا ألف به بيطابق ضلع تاني اسمه صد سين طيب والضلع ألف جيم بيطابق أو بيسوي سين عين يعني من ألف لجيم هيسوي من سين لعين يبقى ده بيسوي ده والضلع ده بيسوي الدلع ده وإيه كمان وزاوية ألف هتساوي زاوية سين طب إيه في المسلس ده وإيه في المسلس ده الزاوية ألف هتساوي الزاوية سين أيوا دي زاوية المحصورة هنا والزاوية المحصورة هنا يبقى المسلسين دول متطابقين كلام جميل قوي يبقى أول مسلسين متطابقين طب تعالى نشوف المسلسين التانيين بيقول لي ألف به بيساوي سين صد تعالى نرسم مع بعض علشان الرسم هو اللي هيوضح لنا ألف به بيساوي سين صد أدي من ألف لبه هيساوي من سين لصد وإيه كمان وجيم ألف بيساوي عين سين يعني من ألف لجيم بيساوي من عين لسين يعني ده بيساوي ده وإيه تاني وزاوية به هتساوي زاوية صد إيه في المسلسات هنا زاوية به دي هتساوي زاوية صد دي هل المسلسين كده متطابقين هقول لك المسلسين هنا غير متطابقين لأن الزاوية ليست محصورة كويس ومهم جدا أن انت تعرف أن الزاوية زاوية محصورة عايزك تحل تمارين كتيرة جدا على التطابق لأن التطابق ليه أفكار كتيرة أتمنى أن احنا نكون النهاردة فهمنا درس التطابق بتاع المسلسات وقابلك إن شاء الله الحلقة الجاي على خير مع درس جديد من دروس الهندسة شكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر